ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وحسب توجيهات سمو الشيخ ناصر والصناحيات المتاحة لي قمت بالموافقة على بعض التطوير في المدرسة وعملنا مستمر ونحافظ على منشآت البحرين خارج البحرين قامت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مملكة البحرين بتجهيز هذه المدرسة من ضمن المنح الخارجية التي تدعم التعليم في الأردن لأنه بالفترة الأخيرة وخصوصا في فترة الجائحة زادت الأعداد بشكل كبير فهذه المنح في إنشاء المدارس وفي تجهيزها ساهمت في تقليص النقص اللي عندنا في مدارسنا تأتي هاي المنح المقدمة من الخارج ومن إخواننا في مملكة البحرين وغيرها من الدول المانحة في دعم التعليم وفي التصدي للأعداد الكبيرة وعلى هامشي هذه الجولة في مدرسة البحرين المختلطة تم الوقوف على متطلبات واحتياجات المدرسة حيث سيتم العمل من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على توفيرها زادنا سعادة أنه يخفف عننا الضغط لأنه أنا عندي بعض الصف مكتظة بعض الصف تصل إلى 67 طالبة في شعبي واحدة فمثل هاي المنحة يعني بتخفف الضغط على الطالبات بالصف الواحد لأنه هذا الصف بالذات عليه ضغط اليوم كمان بيشرفونا بزيارة طبعا الأمين العام الدكتور مصطفى السيد وطلع على المدرسة وكيف صارت وكيف جهود الكادر من معلمين ومن إدارة ومن وزارة التربية والتعليم طبعا احنا بنشكرهم مدرستنا مش كمدرسة حكومية بل تضاهي المدارس الخاصة والحمد لله رب العالمين إقبال الطلاب عليها كثير يعني حتى من كتر الإقبال على المدرسة وكادرها التدريسي أنه ممتاز الحمد لله رب العالمين مستوى التدريس فيها جدا رائع وفي نهاية الجولة قدمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مجموعة من الكتب لرفض رفوف المكتبة بما يفيد طلابات مدرسة البحرين المخترطة استدامة العمل الإنساني والخيري تمثل في استثمار مملكة البحرين في التعليم فالمدرسة البحرينية المختلطة في أبو نصير مثال حي على جهود مملكة البحرين في العمل الإنساني في صالح سين لمركز الأخبار تلفزيون البحرين